كان هذا إذن مشاهدين التقرير الذي قمنا بتصويره مع السيد حسين بو قبرين واستمعنا كذلك إلى شهادة مواطنين أحدهما مصاب بمرض السكري يقول أنه شفية تماما من المرض والسيدة مختارية التي قالت أنها كانت مقعدة فوق كرسي متحرك ولكنها تمكنت من المشي نتمنى أن يكون هذا الخبر صحيح على الأقل تتمكن السيدة مختارية من الاعتناء بعائلتها سوف نبدأ مباشرة مع الأستاذ الخميسي بن جدان أستاذ ما هو تعليقك الأولي على ما استمعت إليه بخصوص سيد حسين وبخصوص المريضين أخ حسين قال أنا كنت نمتهن مهنة الفن في معهد الفنون الجميلة معهد الفنون الجميلة لبوزعة وم بعد انتقل إلى أنه يدوي أمراض مستعصية على العلم الحديث الله وحمد رسول الله أنا ما دخلت ليش وما نفهمها شو ما عندي ما نعلق عليها ما عندي ما نعلق عليها عندي ما نجي مش نعلقه يتيجا على الحديث مش قضيتها تعليق ولا لا أنا قلت له ما نجي مش نعلق عندي مش نعلقه حسين الأستاذ خميسي بن زيدان يحاول أن يخبرك أنه يعتبرك داخل وغير مؤهل لتقدم وصفة علاجية للمرضى على أسس أنه يشترط التكوين العلمي المتخصص في الطب كيفش تواجبه؟ هو يتكلم على أني لما أدرس الطب أنا لست طبيب يعني وش ما عندي لست طبيب؟ يعني عندي عمل آخر لكن ربي قال إني استطعتم أن تنفذوا ما قالش وإياكم أن تنفذوا أنا صدت كل وارا مشيت فيها ما كانش حاجة تمنعني للشرع ولا القانون إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ولكن يقول أنه إلا بسلطان إلا بسلطان بسلطان عدد هنا كنت صراحة الغنم أنا كنت ثاني كنت نقرأ وكنت متفوق وكنت لغوا كيف حتى براوهد وهم يكذبوا على رواحتيهم صورة باينة ومرأة وولادها وزوشتاحة ما كان البحث انتاك يا حسين؟ البحث انتاك والفن الفن الطبيب التاع فرعون كان فنان حسين سنحاول أن نوازن الكفة في طرح الأسئلة ونترك المجال لأستاذ خميشي لك يجيب شاهدنا خلال التقرير حسين يحمل بين يديه ملفات طبية فيها أشعة فيها ديزاناليس تحاليل طبية هل تعتقد أنه بإمكان أي شخص أن يقرأ التحاليل الطبية بتعقيداتها العلمية؟ أنا أفسر باللي تدخل في ميدان غير مؤهل لماذا الطبيب يدرس سبع سنوات ويدرس عشر سنوات ويدرس خمسة عشر سنوات لماذا؟ يدرس في الراديو ويدرس في الزيزاناليس ويحفظ ويمتحن كيفش واحد يجي كان يخدم في الحانوت ولا كان يخدم نجار ولا كان يخدم حداد رسول خلي سرح خلي معليش خلي نكمل معليش رسول صلوش يمكن يسرح رسول صلوش يمكن يسرح قد الأمة قد عالم مباشرة يقولك أنا نقرأ الراديو من الراديو لا لا أنا ما قرأتش الراديو لا أنا أنا نجاوب على لا لا ما شافنيش هو هو عنه بلوني شد دوسية أنا أنا نتحدى أي مريض جالية شفت له الراديو تاعه ولا شفت أردونس تاعه يتكلم مع الشرق يقول له شاف للدوسي تاعي حسين لم تقرأ راديو صحيح ولكن طلعت على تحاليل تبيلي لا لا أنا ما عنديش عندي طاقة أنا يا عندي مادة نعجبها حسين شهدناك تقرأ ملف تبيلي المرضى وأنت أخبرتني أنك تطلع على مرض الأشخاص قبل أن تصرف لهم لا 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 نسأل شفوي نسأل نسأل شفوي نسأل ما نقدرش نشوف الملفاتنا والصور التي شهدناها أعماله بالنتائج سيد دبران نقطة هكال العالم يقول قا في المنطق طيب حسين أخبرنا أكثر عن الأشخاص الذين يأتون إليك إلى الطحون ما هي الأنواع الأمراض التي تمكنت من مساعدة الناس في الشفاء أنا ربي رشاد علي نقول لك حاجة بللي أي مريض يجي نسأله مشيت للطبيب ولا ما مشيتش يقول لي ما مشيتش نقول له ما نحتاجك ما عندك حتى حاجة معي نضيعه في الوقت أمشي للطبيب والأخر الرسول صلى الله عليه وسلم جال لي واحد قال له رقيني قال له كان طبيب في القرية تاعه قال له كان قال له روح لي الطبي الحديث وكان الطبي القادم وكان هو ورا يتكلم على طبي حديث عنده عمره القرن مئة سنة يعني بن باستور لهنا كان مئة سنة طبي التقليدي عنده خمسة لف سنة الطب الحديث عمره ليست مئة سنة حسين هذه معلومة خاطئة جدا لا حسين الطب موجود منذ الأزل ليس عمره مئة سنة نتكلمه على التقليدي والحديث الحديث بالأشعة وينتك تجوان طبي الحديث عنده مئة سنة هذا الطب أنا نتكلم على ألف سنين وليس عن اكتشاف جهاز الراجل وليس عن الطب لأنه لا نريد من خلال الحلقة أن نرويج لمعلومات خاطئة خاصة أنه ليس مجلنا طيب حسين سأسألك سؤال آخر عندما يأتي إليك شخص مصاب مثلا بنزلاق غضروفي أو بمشكل في عظامه على أي أساس تقوم بدلكه بالزيت كما شاهدنا سيدة مختارية قضية تطبيب هذا أنا منيش طبيب أنا أني نمد في مساعدة للناس باش طاقة يعي عبارة عن طاقة تشحن نفسك كما تشحن البطارية لهاتف كما تشحن السيارة تشحن نفسك باش تكمل عمل تاعك أما الميكروبيت أو حاجة حاجة دقيقة وهي عند الطبيب أنا نتكلم على أمراض عندها عشر سنين وخمس عشر سنة سنة أنا عمري ما دخلت العاطباء يعرفوني ودكاتي راكبار يعرفوني في عين دفلة ونجمع معهم ونستفد منهم ومعارفين الطريقة التاعية باللي طريقة حيادية دكتور لخميسي بنزيدان أنت كنت أنت تمارس الطب منذ حوالي 27 سنة وكنت سابقا عضو جهوي لمكتب أخلاقيات المهنة وعملت في المستشفى العمومي في ضنزا كابينة يعني لمدة 17 سنة عندما تستمع إلى سيد حسين بوكبرين يقول أنه يطلب من المرضى مختلف الأمراض الدهن بالزيت كمختص في العلاد سمح لي أستاذ كيف ترد سمح لي أنا إنسان عالم أنا قريت العلم ما أنا منش أنا بالحكايات هذه أنتع الطب التقليدي والحشاوش والبلونت ميديسينال هذه والطاقة هذه كل ما أنا منش به أنا بالنسبة لي أنا عبارة عن عادات قولوا كانت توقع فيها ما عليش خلي نكمل بركة وهو عندك الحق ترد علي اعتقادات وتجارب اعتقادات وتجارب من أجل كسب المال وفقط أنا ما عليش درها مش خلق اسمح لي خلينا قلني ناهدر معاك إحنا في الطب في أخلاقية المهنة باش واحد يحل كابيني لازم يدير يدير إمبراك في فم الباب واش تقول؟ تقول اسمه ونقمته واختصاصه الباب لك هذيك الكوبر نتاح الطول نتاح والعرض نتاح لحسم الاختصاص إنا بالدر وأمي تسان يدير اسم متاع اختصاص والله يدير الباب لك كبير ولا ممنوع يسموها كان حاجة في أخلاقية المهنة يعاقب عليها الطبيب لو ما يطبقهاش وشي يسموها إكزيرسيس إيكاليفيكاسيو عندنا لجنة داخل في أخلاقية المهنة تعاقب الناس اللي خارجين على القانون يعني أنا مثلا طبيب جنراليست ونروح ونكتب وندوي السرطان وندوي الأولاد وندوي النساء وندوي ندوي أنا طبيب عام أوجه استقبل نداوي كي تكون أمور معقدة تحتاج إلى تشخيص من عند سبيسياليست تحتاج راديوات تحتاج لزاناليز نبعث ما يبقاش عندي المريض هنا يدور ولا نقول له روح لا 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 الإنسان اللي يبيع الأعشاب ولا يبيعه ولا يدلكه ما كانش منها نبعثوا المختص نبعثوا المستشفى المختص إذا أنت جراحة يدر العملية وإذا كانت على البلاتر يدير البلاتر وإذا كانت على دواء إذا يأخذ دواء والدواء له مدة أنا قلت لك مثلا كي مالة تيبركيلوز السل عنده ست شهر فهما فوق يعني ست شهر على الأقل كينا مثلا متاع الغودد تيبركيلوز تاع الغودد المرات تنلحقوا العام العام ونص وأكثر دكتور الخميسي بن زيدان أنت قلت قلت لي في حديث سابق بيني وبينك أنه ظاهرة العلاج التقليدي أنك لا تعترف نهائيا بها وتعتبر أن هذا خطر على المواطنين وليس فقط إهامهم بإمكانية علاجهم كيف تفسر هذه النقطة؟ كنا نشوفه في اللقطة المرات قلت لك أنا داويت بلي كورتيكويد لمدة مع ما شفيش عند الأخ حسين رأني تحسنت والله رأني ارتحت وش كوني يدل بلي هذي مريضة بالمرض هذي اللي راي تحكي فيه تسمي فيه ريوماتيزم تعدم ما كانش حاجة يسموها ريوماتيزم تعدم خطأ فادح كنت أسألك هذا السؤال هذا السؤال هذا الكلام هذا أرجو خاطئ خلاص ما كانش حاجة في الطب يسموها ريوماتيزم تعدم إذن كيف يش تحبني أنا من وش راي تحكي ما كانش روح غدوة أم فيتي ديميد ساهدر معهم قولهم كش ما كان حاجة يسموها مرض ريوماتيزم تعدم تعرفش المرض ثانيا نيقودك مدة العلاج أولا نازم التشخيص الصحيح المبني على قواعد علمية الطبيب يكون طبيب ماهر يكون يفهم في الطب أنا حب نقول كلام بل هذا اللي دوى الطبيب المريضة هذه ما يعرفش ما عرفش المرض هي ما عرفش تنطقه وشي هو المرض هذا من هزوش من هزوش نحكموه قاع المرضى اللي يجولك يبرو خلينا مبعد 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 الكلام اللي تحب تقولوا أنا مستعد نجاوبك عندي استعداد نجاوبك عندي إي سؤال نجاوب الأخ نجاوبك نجاوبك نجاوب الإخوة ما عنديش مشكلة حاول ما أنه ما تتقسس مع ليش أنه الصفتي تأثر أنا نعطيك مثال لو كان نرجعوا نحنا قلنا المرض ليه مدع ليه دواء نوع الدواء وحتى الدواء لازم يكون دواء فعال لأنه ما هوش كيمة دوان تاع دوري جين كما نقول العصلي ما هوش كيمة دواء مخدم في دولة انتع العلم الثالث بنتنا أنا حضرها بصراح لا الدول اللي موجود مثلا جربنا حلى الجزائرين جينيريك لا ما هوش حتى جينيريك كينا الدول تصنع الدواء في غاراجات طيب دكتور هو يقول أنه يعالج بالزيت